لا يزال الجزائريون يستنكرون ما يصفونه بمنحة العار السياحية التي تقدمها البنوك سنوياً حيث كانت تقدر إلى وقت قريب بـ 120 أورو لتنهار إلى 100 أورو منذ بداية 2018 وفي استطلاع قامت به كاميرا شروق نيوز أمام مطار هوريب مدينة الدولية طلب الجزائريون بضرورة إعادة النظر في هذه المنحة ورد الاعتبار للمواطن الجزائري أصحاب البرلمان هذا يعني يشوفوا بولسك هما الليخ مو في الشعب ولا الشعب رها الأخرى إعادة النظر في هذا الأخرى الفكرة هذه هذا وكان محافظ بنك الجزائر قد استبعد رفع المنحة السياحية التي تعد من بين أدنى المنح في المنطقة بالنظر للأزمة المالية التي تعاني منها البلاد فحين تم التراجع عن فتح مكاتب رسمية لصرف العملات تكون بديلة للسوق الموازية لأسباب لم تقنع المختصين ولا حتى المواطن